اهلا وسهلا بكل المتابعين او في القناة نتمنى اخوتي انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم فيه تماما الصحة والعافية كما العاد اخوتي لايكاتكم بارتاجوا الفيديو اعطيونا رأيدي لكم في خانة التعليق فهذه الحلقة غن تكلموا على المؤثرة تيكتوكورة اليوتوبورزة اللي كانت تقيل التاب مع رجلها ومع عدوزتها وتوسخ الصورة دي العدوزة ما كتخلي غال لينسات في العجيزات وفي الويسات اخواني اخوتي هاد المؤثرة اللي تم الاعتقال ديالها اليوم اعتقال التكتوكورة المؤثرة ايمان كوين والله العظيم الى كنشوف انا من خلال هاد الشيادا والله القصم الى بنادم مجهل قصمان بالله الى بنادم وبنادم مجهل والله القصم الى جهلوا هاد الناس ولا كل شي بغي يدير البصحة من التافات والمخاصمة والشوء والعلالة ويكويك عطق الروح لانو راك يشوفوا اللي سبقهم تشارو غاب الشوء بالفضيح ووصلت بها الواقع حتستغل وليداتها فاتشوها وتهدد بالانتحار وتحط سطوري امام العلان فرحان انا ايمان وبلان ام لثلاثة اطفال يعني السيدة بكامل قوى العقلية كتهدد بالانتحار انا تصفي على الراسة وتصفي على ذوك الوليدات اهو 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 الزوج دير ايمان كوين ناضحة على سبرديلتو والتاج المخزن لان المخزن هو اللي غيحميه وغيحمي ذوك الوليدات من هاد المجريمة من هاد وجهنهم غرفة اللي بغي تصفي لهم بكل دمين بارد تدواز تحياتك وعش تحياتك وذوك الوليدات وغيت تصفي عليهم اذا رأى رأى شلها وبات ولادها اذا عارفها تدر وتفوتها ليه يعني عارفها ماشي غير كادوي ماشي عداوية يعني في اي لحظة تقدر تديرها على قبل البوزو على قبل ما عرفتش شنو تدير اي حاجة الله يجعلها ما عرفتشوك كل يوم وتضوخ دراري ها تطمع السلوة النعاسي بلكم ضيخين حقاول ودرتهم السبيطار وراها غسلو لهم المعدة ورا بيخير وعلا خير التجارة بالاطفال التجارة بالوليدات التجارة بالباشار واخا ولادك مانكش لحق تدير هاد الشي واخا ولادك السيدة انا عارفها عارفها تقدر تدير هاد شو تدير وتفوتوا ليه دكشي باش ناد مشا المخزن مشا اقدر شي كاية مستعجالة الوكيل جلالة المالك يعني ما يزيجزاقي ولهكا ولهكا السيدة تحضر تجيب لي ولادي ولادي في خاطر وبطبيعة الحال را النص في المغاربة اللي تفرجوا فتخيتي هادي را كلشي الناس مرعوبين على الصبح سيدة حاطة اصطوري وكتهدد انا ايمان اوبلان انا املي ثلاثة اطفال بكامل قوية العقلية انا ولداتي غنمشول دار الحق والتاني انار تتراك اراكي احنين تراكي اراكي شي شوية اراكي تعمقتي تعمقتي وبزاف تعمقتي وبزاف في القصة وفي السيناريو في الحوارات واحدة اللي كانوا معك وكانوا طبخين وما تسلوا منك وبدوا يفرشوه فيك وما بغيت يشتعقي ما بغيت يشتعقي وتهدني تمثلوا على الناس تمثلوا على عباد الله تضحكوا على الناس كتضحكوا على الشعب اوش تضحكي فشكي ولد اوضحك اوضحك الحامض والضحك الباسل حشو مادش وليتوا تدينوا البز بوليداتكم اخواني اخواتي الزوج دي الايمال كوين منين نسمع انه الزوجة دياله باقي تصفع الراسة وتصفع الولاد نتقدم بشيكاية الوكيل جلالة المالك على قبل وليداته على قبل كبتوليك تهددهم ليه الام ديالهم باش تصفع لهم وتمشيه ايهم لضع الحق كيف ما قالت الراجل جمع الوقفة جمع الوقفة وعقد على سبرديلته وحتى على صباطه وزاد لعند المخزن قصد المخزن باش يحمي وليداته من هاد وجه المغرفة المجريمة اللي غتركب الرعب في الوليدات الصغار اللي غتركب الرعب في الوليدات الصغار ودخليهم خايفين اللي ما كانش خاص منهم تدخلهم في هاد المشاكل وفي هاد الصراعات ديال اخوة الخاوي بينها وبين رجلها مقاوش متفاهمين اشد الوليدات تهددهم بالانطحار والمصيبة الكحلالة انهم كينين ما في طنوبل ويكتقول انا ويوم غان مشيو لدار الحق غان مشيو انا ووليداتي لدار الحق يعني الوليدات رو ما تحت الرعب رو الوليدات خايفين اش من امادي اللي كتقول قدام وليداتها هاد لا دور والوليدات كيعرفو وتيفهمو اش داهم تدخلهم في هاد المشاكل والصراعات ديال اخوة الخاوي حاجة اخرى اخواني اخواتي لقيتها قدام ايمان امام وكيل جلالة المالك هو انها تحطليها حتى الليف اللي دارت هاي الليف اللي دارت وخارجه وكتعاطى وغزقت لك الباسبور وكتقولهم وفينكم القوضات وفينكم الوزراء وفينك المالك سيدة هجمت على اعلى سلطة في البلاد وطيقة في راسها وكتخاطب السلطات وجلالة المالك بكل واقاحة سيدة مريضة وهاد الليف حتى والقات وقدامها عند وكيل جلالة المالك محطوط قبالتها وبحال اكس انها تتابع باهانة القضاء اهانة القضاء ماشي غير تهديد بالانتحار دوك الوليدات اللي فرحانة بهم غيتحيدوا ليها ودوك الوليدات اللي ما عرفتيش بحقهم غيتحيدوا ليك لانك والله القصة مكون كنتي في اوروبا لخلوهم ليك ساعة المقانة ساعة المقانة لخلوهم ليك واخد تهدي بانتحار غير راسك انتي غير ليك انتي والله لخلوهم ليك ما تعرفوا منين وقفوا عليك عاد انتي كتهددي على انك غتصفي على راسك وتصفي على الوليدات انتي ام غير صالحة انتي ام غير صالحة على قبل الفلوس شوهتي ولادك وما فكرتيش من اللي غيكبروه وغيشوفو هاد الشي باش غيحسوا هاد الوليدات باش نو غيحسوا هاد الوليدات السيدة مريد اخوتي وخاصة طبي بنفسي مشكلتها حاولت تستغلى بكل طرق واولادها وسمحات فيهم وفي الاخير انا اذا كتهدد باللي غتصفي عليهم وما عقلاتش عليهم على قبل الفلوس ما عقلاتش على ولاداتها على قبل الفلوس وبعيشهم فروع بعباد الله اصلا السيدة ما عنداش الكبدع الوليدات والله ما عندها الكبدع الوليدات وهذا الشي كان نقوله وكان عاود نقوله نايدة كتدعي لابنتها صغيرة عندها 4 سنين بغض النظر على شكون ذيك البنت وبنت من ذيك البنت كتبقى طيفلة وما عند الحق حتى شي قرد يدعي فيها بذيك الطريقة كتصدف الدرية الدعاود يلا نصب بالمرض الخايب سيدة ما كتحلة في ولادها ولا في ولاد الناس ما عندها الكبدع لا على ولادها ولا على ولاد الناس حاشة واش تكون ام حاشة واش تكون ام لان الام تيبقوا فيها الوليدات صغار لانتها هي مجربة وعندها وليدات صغار وارفدوك الوليدات ما دنبهم تشي حاجة واخي يكونوا وليدهم خير جيل الطريق واخي يكونوا وليدهم ما يسوهم ما يصلحوا راهدوك يبقوا غير ولادات صغار اه؟ واتي ام عباد الله بزاف عليك الاموما الاموما صعيبة عليك حيتش اللي كيتصرف هاكا مع المشاكل دينه كيكون قلبه خبيت كيكون قلبك حل كيكون معندوش القلب ومعندوش مفيش الانسانية كرامة الانسانية ما كتكونش فيه والسيدة عباد الله راجلها راجلها هل عجلة أبوة ولادة اللي يشرك معها الحارة والحلوة وشرك معها الفراش وشرك معها الدم وشرك معها الوليدات عارفها مريضة وبغي تفك منها السيدة كتشكل خطر عليه وعلى ولاده السيدة صافي خرجت لانيشان على قبل البز بغدير أي حاجة هو أنت ما تنتحرتي ما تحضنتي على ولادك في الأخير وليتي معتقلة في الأخير مشيتي للحبس بتهمت أنك تهدي دوك الوليدات واللي غايمشو لك الخيرية وبتهمت إهانة القضاء فينكم القوضات قد تفرجوا في وعجبكم الحال وصلت إلى هذا النيفو لوشتي سخونية الراس قد ترجع بالبرودة قدرت هالراسة بغي تنتحرتي لتلاحب بوحديتك لاش تهدي الوليدات ما شافوا مساكن ما تشوفوا مخلوعينهم صدومين وراكبين معها في الطموبيل وتضربهم في الشموشات والصد القيلة والصيام مكلوا وما شربوا ها؟ هويلي هويلي لك تهدي الوليدات أشنو؟ بغيتي تصفي على الوليدات ها؟ هي واباهم بغيتي بقى يشوف بغيتي بقى يشوف تتصفي علي لولاده ها؟ وخاصو ينوض يتحرك خاصو ينوض يتحرك هنا تتحرك ودار بيها شيكاية وتقدم دوك سكرينات الوكيل جلالة المالك على الصبيحي مشاكي يجري السيد لعند الوكيل ورفع بيها شيكاية وعي طولها واليوم مع المغرب را كانت عندهم وعتاقلوها هو طلقوه وهي شدوها دار تكذبة كبيرة وما قدرت شاليها وبقت كتتركل وبقت كتتركل هيوه مزيان فيك مزيان في كدابة مزيان في كدابة ما حمدتش الله كانت عيشة مع رجلة ولداتها شدها للنصائح ودير عقوستها والويسة والويساتها محتوى قدتحك بيهم عباد الله ودتحك بيهم قدام الناس دنوب هاد الناس علامة دابة شوهات بالمرأة المغربية شوهات بالأسر المغربية وش مش يعيبوا عار مش يعيبوا عارت شي هاد شي رأي عيبة عباد الله خرجة واحد الجمعية اليوم كيقولك بأنه إيمان مشاتل عندهم وقاتلهم زمابش أنهم يحميوها وأنهم يشوفوا من حالتها يعني أم مع وليدات ما القاهتش فيهم غال تمشي لاش ما قال ما القاهتش في chewing غال تمشي إلا القاهت في ہیں تمشي لقاهت الصحابات ولقاهت الديور ولقاهت 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 معانا Tafak القاهت في المتمشي على مالها على مال مولاد الجلال مولاد القسيصة مقدانت لص كانت البرطل اللي تفرق في البراطم وحيانا الله عشنا وشفنا Duty ولنا شوفو مولاد القسيصة تفرق في البراطم الله العظيم يلزوينا هادي وفي الأخير مني سولى المخزن على إيمان لأن إيمان ولا ترشير شي ده قضية خطيرة القضية خطيرة وفيها جمعيات على ذوك الوليدة الصغيرة كيفاش هذه الوليدة الصغيرة وما في حالة خيبة مع واحدة الأم غير مسؤولة أم غير صالحة سيدة حمقى مجنونة مسطية حيداش اللي تهدد أولادها أنا غدتصفيها ليوم وتصفيها لرصا دي أنا ممكن أعتبرها شأم أنا مكن حساش أمها دي لأنه بزاف اللي عمش تكون أم بغيتي تنطحر سيدة اخترى البحر سيدة اخترى المشنقة تطام الله سيدة اخترى السمو موجودين سيدة اخترى شربيوا لقراسك القبل ايه ويلي دراني اش داروا لك اش داروا لك اش داروا لك ودبا ماتي من طاحرة ماتي بحضانة ماتي لديدي لحب الملوك لدي يلي بقى ولو جيت مقى هي ديالتك اشت الطيران اشت الطيران فين وصلك اه اشت الطيران فين وصلك سيدة كانت روشير شي لأن الشيكاية مستعجالة شيكاية مستعجالة الوكي لجلالة المالك لو لدت في خاطر بقى وما واش يسكت ولادي 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 في خاطر ولادي مع واحد سيدة راك تهدد على أنها غتصفى لهم ومنين جاوسولو مولات جليل بات مولات الكسيسة قتلو مانا مش فتاش محافتاش في نية وليتو تكذبو حتى للسلطات وليتو تكذبو حتى على المخزن وطاة صحي بعد مولات الكسيسة اللي كادبة على المخزن ومخبية واحد المجريمة هذه كتعتبر مجريمة هادي مجريمة بقى تقتل ثلاثة نفس وهي نفسها هي الرابعة را مجريمة يعني تسترتي على واحد المجريم فين كين اللي هي روشيرشي واش دراسك ودياش شيك زوطا واش دراسك موقسيسة واش دراسك تكذبو على السلطات ثم السيدة فيها فاري دردك فيها فاري دردك وديرا عائلة راجلها محتوى هاتشي واش ماشي عيب هاتشي را عيب وحشومة وعار شوات بالمرأة المغربية تشير حشومة واي وحدة اي وحدة اي وحدة كتشجع عاد المونكار وكتشجع عاد خيتي هادي را قم بحالة قاسم من بلا شي شي خدجي عدي كتشجع عاد خيتي هادي والله العظيم اللي را عب حالة ماشي يكونش الاجيزة تخيبين وماشي يكونش الاجيزة تزوينين اللي عداشي مشكين معي يدينا مع اقرف مرقش في يوتوب وفي السوفشيل ميديا ها ؟ ها ؟ انه ؟ و يشعر اللي و يسد طول و عرض و تخرج فراشل و نتول فراشل اه شو شخصيته و كيف شديره شو الواقيع انا بقى في ايدوى اللي فرتكوش ملهم وفرتكو عشهم على قبل الناصائح اللي كانوا ياخدهم من عندات ايمانهاتي شو شخصيته القوية من قلقكم انا شخصيته قويه ها، لش شخصيته قوية كي طلع يهدد لوليدات ديالو اهلو شنو عندك من غير وليداتك شنو عندك من غير وليداتك لمشر próج الله يعاونو ولادي ومراجلي نكبر والربي ونكون مره ومرموره ونبيل الوليداتي على أنني ما تخليتش عليكم على أنني وقفت معاكم ونبيل اليوم على أنني أم صالحة أم مسؤولة ماشي أم غير مسؤولة النهار اللي ونمشيت أنا نشفط القزازب ونزيد في البزاول ونزيد أهويل السخفة الله العلي العظيم هدي الأم هدي الأم وما عندكم ولمن نهارك مشيت يتدبري من نهارك ناوي على التدبار يعودوا بي الله يعودوا بي الله كل لو كي جات وردت أشي واحد في الدنيا مهاني رامي يمكنش تكون مهني من جميع الجواني بوش احنا عايشين في الجنة رامي عايشينش في الجنة ودراتك عقوزتك ما تفاهمتش تيويات تيقار لش أنا غنقنش جع واحد خيتي كتضرف العقيزات هي كتعمم جمع كل شي حب وتبن ودير عقوزتها ودير الويستها والويسها كل شي محتوى وكتشوي بيهم النهار اللي قالوا لك تبروا منه وقالوا لها عافقنا ما بدلين محتوى السيدة طلعت لسماء وقالت لهم وكوكا عطق الروح السيدة زيغة بلا قياس زيغة بلا قياس القانون ما معاهش اللعب تلعبي من الناس وتكتبي ببوست خاطير كي عاقب عليه القانون القانون لا يحمي المغفالين وعادة تومة تانية دي الإهانة القضاء ويلي ويلي يا ويلي صغفو الله العلي العظيم ويلي 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 كيف شفينكم القوضات قوضات كي العبوا معك الطرمبية كتفرجوا فيها وعاجبكم الحال يا ويلي يا ويلي شتي شلسان طويل شلسان طويل خاصة تربع ما ميمكنش إيمان دخلت في مشاكل كبار من هالزاف وفي فلاصة ما تحلهم بالعقل حلتهم بالإنفعال السيدة كان خاصة تبعد من السوشيال ميديا شوية وستشتصنط العظيماتها ولكن رأى ميمكنش شكل اللي غادي ديل البوز وشكل يجمع ميمي هي أصلا فرتكات الزوقة فرتكت عشها علق باللبوز وعلاق بالميمي السيدة منظر الراجلة مشي تقطعي ومشي تتنفخي وتفشي وتقطعي من هنا وتعاودي هنا عوالي السيدة نيشان عنده الطبا ونيشان دمونا تجلعله بنيشان الإشهارات السيدة خارجة منظرها علق باللبوز علق بالميمي الرجل اللي كان حاكمها صافي لاحته لتجدتلي بحد ديك الكورا وشعته سيدة مش بعاناش من الدوران هذه رزيغة هادي وقالت الأدب وقالت ترابي هوا دابا منورها هاداك الستوري واللايف وعمرك يا حبيبتي لا بقيت حلمي بالحضانة دي لولادك حيتاش كتهدي دي حياتهم بالخطر هوا دابا حبيبتي منطحاتي محضنتي على ولداتك بقيت في حالدك لحنش اللي مقطع لي الرأس يا ربي السلامة أنا ما كانت منه والحبس لتشي واحد ولكنت سيدة غلطت غلطت إخواني أخوتي وعندها جوج تهام التهديد بالانتحار وإهانة القضاء سيدة مشات فيها حبيبتي اعتقلوها في البلاسة يعني التهام تابت عليها حطوا لها الليف حطوا لها سكرينات ديال الستوريات مشات فيها إيمان كوين يا وشتو اللي محمد شل الله بخبزة كيش داق نصها موسيقى 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 موسيقى